قد لا يتجاوز سعر هذا اللوح السوماري الطيني مئة الدولارات يسرق ويباع بسهولة عبر الانترنت ويجد طريقه الى بريطانيا تقرير خطير كشفته الوكالة الفرنسية عن وجود لصوص يعرضون كنوز نثرية من قلب الصحراء للبيع على الانترنت يكشف مسؤول في المملكة المتحدة عن عرض القطعة بمزاد علني بدءا من ستمائة دولار اما الملكية فلم تصبح للعراقيين انما سجلت باسماء اشخاص في بريطانيا وهكذا تختفي الاف القطع من الالواح المسمارية القطع المهرب سيما من الجنوب العراقي باتت اليوم في الاسواق الاوروبية عبر الانترنت وبمزادات علنية لا تتجاوز قيمتها تاريخ الحضارة السومارية اما الامر الاكثر خطورة ويخشاه كثيرون من الحديث فيه وكشف تفاصيل عمليات السرقة وتهرب الاثار فيعود لهيمنة فصائل خارج على القانون ومجموعات مسلحة تنفذ عمليات نبش عشوائي لمواقع اثرية مهمة في مناطق مختلفة من العراق وقد يواجه اشخاص احتمالية القتل في حال التعرض لمثل هذه الجرائم او في حال الكشف عنها وعن منفذيها ما يضع كنوز العراق في ايدي السراق واستنزاف موروث بلاد الرافدين الثمين